كل سنة وحضراتكم طيبين خلاص رجعنا لأصلنا تاني كل يوم حد واربع من تمانية لتسعة ونصف هنكون مع حضراتكم عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على الساحة الرياضية داخل جدران دي الأهلي محاليا وأيضا علاميا وحشتونا وحشتنا برنامج الأبطال كنا أكتر وقتنا بنطلع مباريات خلاص المباريات خلصت ولكن ان شاء الله ابتدينا تاني برنامج الأبطال الحقيقة طبعا حلقتنا النهاردة هنستضيف يعني فرقة من الفرق الرياضية السندي اللي عملت إنجاز كبير إنجاز ما تحققش من 30 سنة فريق كرة الياد بسيدات اللي استطعنا أنهم يحصدنا كأس مصر والدوري وتالت أفريقيا أو بروزنة أفريقيا بعد 30 سنة الحقيقة السنة دي كانت منحنة تاريخي في تاريخ هذا الفريق وكان يعني إنجاز كبير مش بس الإنجاز والمكسب لا السنة اللي فاتت ما كناش موفقين فلما نعكس أو يعني ما تاخدش الموضوع تدريجي من سنة ما انتاش موفق فيها لسنة بتوفق فيها بهذا الشكل لا يبقى فيه تحول كبير تحول حتى في أداء اللاعبين في الجهاز الفني في دعم مجلس الإدارة فبقول لحضراتكم الفريق النهاردة هيكون كله بالكامل إن شاء الله ما عادة طبعا بعد اللاعبات هيكون معنا هنحتفل معاهم وهنتكلم عن كل شيء وعن البطولة يعني عن الموسم الطويل اللي هم لعبوا بس الحقيقة بلما أطلع طبعا لفاصل وارجع لحضراتكم لازم نبارك لفريق كرة السلة رجال اللي مبارح فاز على ريج الرواني في مباراة رائعة مباراة الحقيقة يعني الفرقة كانت كلها كويسة هاب أمين أبو الناصر أحمد إسماعيل أحمد إسماعيل عندك عمر طارق تومسون ويستربوك عندك أموت اللعيب طبعا للجنوب السوداني الفرقة مبارح كلها كانت كويسة الحقيقة مبارح أنا بتفرج على الفريق سرحت شوي كده فرقتنا حاجة تشرف بجد بس إحنا النادي قال لي ما بنفرحش أبدا بمكسب مباراة أو أداء مباراة ولكن إحنا بنفرح بالبطولة المباراة جاية إن شاء الله الملعب المالي مباراة قوية إحنا أفضل أنا قريت إحصائيات الفرقة دي ودي إحنا أفضل ولكن مباراة صعب إن شاء الله نتعدها أو نتخطها ومن المتوقع أو الناس متوقع أن إحنا نقابل نفس الفريق الأنجولي اللي إحنا قابلناه في القاهرة واخسرنا منه آخر ثانية كل التوفيق للفريق إن شاء الله يبقى ختمها مسكو كل طبعا قلوبنا مع هذا الفريق